أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم إذن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخفف الله وعدا ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة أمغافلون أولم يتذكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بخاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فيامروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثار الأرض وأثار الأرض وعمرواها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجنمون ولم يكن لهم بشركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يوم إذن يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في غرضة يحبرون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في غرضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمزون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشي يوم حين تفهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحين الأرض بعد موتها وتذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكروا إلينا واجعل بيلكم مودة ورغم إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآياته للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وبدراءكم من فضل إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرد خوفا وطبعا وينزل من السماء ما فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعتلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إن أنتم تخرجون ولو من في السماوات والأرض كل له طانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من آفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواة تخافونهم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أموى أموه بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من مصير فأقم وجهك للدين حنيفة لضغط الله التي فطرنا الناس علينا لا تبذيل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس ما يعلمون منيبين إليه منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حسب بما لديهم فلحون وإذا مسى الناس طر دعوا ربهم دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ألاقهم منه رحمة ثم إذا ألاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا منه يشركون وإذا أدقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يطلطون أولم يروا أن الله يرسط الرزق لمن يشاء ويقدم إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتنا القربى حقا هو المسكين وذن السبيل ذلك خير من الذين يريدون وجد الله ذلك خير من الذين يريدون وجد الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليرضوا في أموال الناس فلا يرضوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجد الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليبيضهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم وجاك للدين من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومينه يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يبهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات ما تقلنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا ويجعله كسفا فتردق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لأبنسين فأضر إلى آثان رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو ولا كل شيء قدير ولئن أرسل الريحا فرأوهم صفرا لظلوا من بعد إن يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصدمة الدعاء إذا ولهم دبرين وما تبهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم الخدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجربون ما لبثوا غير ساعا كذلك كانوا ينفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم إن لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصفذ إن وعد الله حق ولا يستخذنك الذين لا يوقنوهمون